خلالنا ننتقل للأهلي الأهلي وكولر كولر النهاردة كان بيقود التدريبات لتجهيز مجموعة اللاعبين الدوليين في ظل منح باقي اللاعبين راحة زي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت كان عندنا يعني مع مجموعة اللاعبين اللي موجودين مجموعة اللاعب الدوليين اللي راجعين مبقى لهم كتير واخدين أو بعد ما رجعوا وخروجنا من كأس الأمم الأفريقية فكولر ادهم أجازة لأنهم الحياة كانوا ماخدوش أجازة ورجعوا أول يوم مبارح والنهاردة تاني يوم فكولر أشرف بنفسه على فقرات خططية وانضم لهذه الفقرات إليو ديانج الحياة اللي فضل المشاركة في التدريبات عقب عودته مباشرة بدون أي أجازة طبعا الفريق زي ما حضراتكم عارفين بيستعد لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة القادم الجمعة القادم مش اللي هو بكرة يعني اللي بعده أولى المباريات وأولى المواجهات ويعود النادي الأهلي كلنا مشتعين للنادي الأهلي كلنا عايزين النادي الأهلي كلنا عايزين نتفرج على النادي الأهلي ما تفرجناش على النادي الأهلي الفترة اللي فاتت اللي من خلال قناة النادي الأهلي في المباراتين الوديتين ولكن عايزين بقى نشوف النادي الأهلي في المباريات الرسمية وعايزين نشوف النادي الأهلي فترة القادمة كلنا ننتظر كلنا شوق كلنا نفسينا نشوف لعبة النادي الأهلي نفسينا نشوف اللاعبين الجدد نفسنا نشوف عمر كمال وسام إن شاء الله لما يرجع بين الإصابة عايزين نشوف ريدا سليم لما رجع أيضا من الإصابة مودست وتقلقه خلال الفترة السابقة كل اللي عبي طهر محمد طاهر والشغل اللي عمله محمد عبد المنعم وهزاره مع كولر كل الناس الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين عايزين نشوفهم وعايزين نتطمن عليهم وإن شاء الله نتطمن عليهم في أولى المباريات شباب بلوزداد ويستطيع النادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة ويعني نرجع بقى بشكل طبيعي جدا بدون وقفات وبدون أي شيء إن شاء الله ربنا يكرمنا لو تكلمنا عن التاريخ ومواجهات النادي الأهلي مع شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا يمكن دايما بيقع حظنا في فرق شمال أفريقيا كتير مش دايما الفرقاتين اتقابلوا ثلاث مرات الأهلي فاس في مراتين ومبارات ثلاثة انتهت بالتعادل الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين المباريات والتمرين الحقيقة كمان يعني بيغلب عليه التمرين طابع المحبة والشو الناس كلها طبعا خلي بالك كلها كرة القدم في الأساس بتعتمد على النفسية النفسية عندما تكون جيدة سواء من بيتك من مفروض أن أنت تفصل يعني ولكن في الآخر أنا واحد من الناس كنت أحب أحب أشم ريحة النجيلة والله كنت أحب أشم ريحة النجيلة وأشوف ريحة النجيلة دي عاملة زي مش أنا لوحتي كل لعيبة الكرة كنت خطيب لما تيجي تتكلم معاه يقول لك يا ابني الحاجة الوحيدة اللي مش هتعرف ترجع تعملها تاني هي أن أنت تلعب كرة فعلا أنا ما كنت قاعد مع زملائي وأصدقائي كنت دايما يقول لك يقولوني نفسك تعمل يا إسلام أقول لهم أنا نفسي ألعب مطش رسمي أرجع ألعب زي زمان ألعب بقى باكرايت ويبقى الضغط عليك وتيجي ترفع أوفر يطلع ويحش الناس تقول لك يا عم إسلام ما ترفع الأوفر عيدل طب ما ترفع الأوفر عيدل وأبو تريكا يجيب الجدل الناس كلها راح تسقفت لأبو تريكا طب والراجل اللي رفع الأوفر في كرة القدم فاللعيبة دي آه عندها ضغط كبير وكده ولكن لما تاخد أجازة وتبعد أربع خمس تيام تلقيهم لما يرجعوا بيبقوا مشتقين زي ما حضرتها تلقينا التمرين تاني يا طماني وإحنا شغالين بس التمرين حضرتك ولزلة اللعيبة وإمام شاف أليو ديانج فبيعملوا كده بالسلة حيبهلكوا دلوقتي ومحمد عبد منعن بيهزر مع كلر وبيسلم عليهم من فوق وهكذا هي دي هي دي الروح الزم فولي بدأ التمرينه مع مجموعة الشباب اللي موجودين حمزة ومصطفى مخلوف اللي اتنين لغاية لما مصطفى يرجع من أجازته وزي ما حضرتكم شايفين التمرين ده كان مقتصر على اللاعبين الدوليين أما بقيت اللاعبين واخدين أجازة اللي فيه عمر واللي فيه إمام واللي فيه أسر إبراهيم ومجموعة اللاعبين كلهم موجودين زي ما حضرتكم شايفين الضحك والهزار اللاعب عايزة ترجع عايزة تتبسط عايزة ترجع تشوف النادي الأهلي أو ترجع تشوف جمهور النادي الأهلي مرة أخرى أتمنى في أول مباراة ل琴 ان شاء الله على ملعب على أي ملعب أو ملعب أستاذ القاهرة ان شاء الله أتمنى أن يسبح بساعة الأستاذ كامل أتمنى في أي مباراة أفريقية قادمة لأنه أنا عايز وسام بو علي يشوف جمهور الأهلي في المدرجات عامل إزاي ويحس بجمهور الأهلي عايز إمام عشور عايز اللعيبة ترجع تشوف جمهور النادي الأهلي مرة تانية في المدرجات كل ده بيفرق معهم كتير قوي خلي بال حضراتكم كل ده بيفرق مع اللعيبة جامد جدا 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 اللعيبة دي مستنية دورها مستنية ترجع وتعود وسط جمهور النادي الأهلي في وسط أو خضم المباريات خلال الفترة اللي جاية عندنا عدد كبير جدا من المباريات خلال الفترة اللي جاية نتمنى ان شاء الله انه نقدر في كل البطلات اللي بندخل فيها ان احنا نفوز فيها وربنا يكرمنا